برغم رفض القضاء كما ذكرنا منع نشر الكتاب هل لازال لدى البيت الأبيض أوراق ما يمكن بها أن يمنع نشر الكتاب في ضوء اعتزامه إجبار بولتون عدم الكشف عن معلومات سرية كما تم التصريح اليوم؟ أعتقد أن فكرة منع نشر الكتاب ذهبت أدراج الرياح لأن الكتاب انتشر وحقق ما هو مطلوب وهو مسألة فتح هذه الفترة أنا شخصيا لدي نسخة من الكتاب وصلتني مجانا وبالتالي هذا الأمر تحقق لكن أعتقد أن ما من الممكن أن يسعى إليه الآن الرئيس دونالد ترامب طبقا لأفكاره التي نعرفها جيدا هو سيسعى لإدانة الرجل بكل ما أوتي من قوة في النواحي الأمن القومي الأمريكي ربما نسمع الفترة القادمة باتهامه جون بولتون بالخيانة مباشرة وبأن البيت الأبيض سيحرك مثلا ضده قضية جنائية وقضية تتعلق بالأمن القومي لكن مسألة نشر الكتاب من عدمه أعتقد هذه المسألة حسمت بنشر الكتاب وانتشاره طيب هل سعي البيت الأبيض لوقف نشر الكتاب جاء متأخرا بمعناه العملي كما يرى بعض المراقبين سيدها؟ ما عليش حضرتك ممكن تعيدي السؤال لما سمعتني هل جاء سعي البيت الأبيض لوقف نشر الكتاب جاء متأخرا عن أو بالمعنى العملي كما يقول بعض المراقبين؟ يعني من الممكن القول في هذا الاتجاه بالفعل أتفق مع هذه النقطة لأن جون بولتون إرهاصات نشر الكتاب كانت مع نهايات العام الماضي وبدايات العام الحالي يعني نتحدث في فترة حوالي ستة أو سبعة أشهر كان من الممكن للبيت الأبيض أن يتحرك بشكل أكثر قوة من ذلك لكن أذكر هنا فقط بأن هذه الفترة كان الرئيس دونالد ترامب مشغولا بمسألة محاكمته ومحاسبته أمام مجلس النواب ومجلس الشيوخ بسبب الاتهامات المتعلقة بقضية روسيا وتدخلها في الانتخابات إلى آخره وأيضا كان في هذا التوقيت جون بولتون أعلن تأييده للرئيس دونالد ترامب ولم يشهد ضده فيما اتهم به الرئيس دونالد ترامب المسألة محاولة اتخاذ روسيا لماذا لم يشهد كان لديه كل هذه المحاولة نعم يبدو أنه كان تحركا تكتيكيا من جون بولتون كي ربما يظهر للرئيس دونالد ترامب أنه لا يسعى لكي يؤذيه مثلا ومن ثم عندما تحين له الفرصة سيقوم بنشر الكتاب وهذا بالفعل ما وقع يعني كما نقول طمأن الرئيس دونالد ترامب بعدم الشهادة ضده ولكن في نفس الوقت بعدها بأربعة أو خمسة أشهر خرج بهذا الكتاب الذي يفضح العديد من الأمور المتعلقة بالحياة الشخصية للرئيس دونالد ترامب داخل البيت الأبيض وبقراراته السياسية حتى وبمعلوماته السياسية والديبلوماسية سواء كانت داخل أمريكا أو عن دول العالم ورؤسائي